خليدا بدي هيكي أعرف قصتك أنت أنت مين؟ أنت مين بيك؟ مين أمك؟ كيف تربيت؟ أنا مين أمي ومين بيّ؟ بيّ لمهندس سليم بلاي الله يرحمه الله يرحمه والدتي نجاح أبي رعد بنت جنوب جبال ابن بيروت خلطة بنوعة كيف تربيت؟ كان طفولتك حلوة؟ كانت سوبر رائعة ولأسهل عليك لأنه هيدا السؤال أنا حدا طرحه عليا مرة هل أنت كانت شوف السخافة لوانيا؟ أنت وصغير عنا فوك أهلك؟ لأنك بتعني في الأطروف أنا على فكرة هيدا اللي سألني السؤال حدا كتير جاهل عشان هيك ما بيخد بعين الاعتبار صرت إضحك شو جوابته؟ شو بيضحك ما جوابته؟ شو بدي جاوب على سؤال سخيف؟ أنا جاي من عائلة يعني من عائلة مرتاح كل حياتي يعني كانوا يسموني بالإعلام أنا ومبلش صغير يعني ما بحب فوط فيهم لا قولوا قولوا بتلمعهم يعني أنا بي معروف مين ببيروت؟ ابن بيروت؟ معروف بي من هو؟ أمي معروفة من أي عائلة؟ لأين نحنا؟ أنا حياتي مش هي إعلام أنا اليوم عايش بمحل عملها لحالي يعني كوكبة أنا بنيها لحالي أنا هيك بدلا إعلام أنا ما بهمني كون عم بشتغل مليون شغلة واتطرق لكتير أصحاب واتذلف وأعمل أنا جاي من بيئة مرتاح بدي حافظ على اسم بي على اسم أمي واسم أولادي هلأ وإذا بدك مرتي من ضمنهم يعني هيد الكوكبة هلأ بي الله يرحمه عطاك عمره عندي أمي الغبار تفشي عن الغبرة يعني هاي هاي الغبرة أوكي لأول مرة بقولها إذا بحس حدا حكي قرب عليها لأم تمام نجاح أبي رعد بعمل مجزرة حتقري لي كيف جيت بقولك آه جيت بحياة كتير رفاهية الحمد لله كنت كان بي معيشني أحلى عيشة أمي كانت مرة بيتنا أحلى إسعلكش مرة ولا مرة بحياته لدرجة أنه أنا بلشت اتكل على حاله لما قررت أني اتزوجه بعد موته أنا حدا عايش رفاهية كتر خير الله الله كان عطيني نعمة أنه عندي أهل ياريت بيكونوا موجودين عند كل حدا ببيته يعني اليوم مش أنه تمام إذا سأل سؤال هيك يعني هيك ما خلص مظهروا منهم هالألعاب تعرفي من طلع سائل هيد الأسئلة اللي عم تنسأل صحافي عمره 21 سنة عنده غاية معينة ما قدر وصل لألعاب بلش يبعث يعمل فيك أكاونت رابعة كله عندي إيه عندي أدلة على كل الأسماء والأشخاص بس رابعة وحياتك يعني بتمنى تفهميني شو عبالي أقول أنا بعيد كليا عن كل هالقصص